موسيقى اسمي سماحي يسري وزني مية وعشرة طولي مية اتنين وخمسين صنجر بعني من سمنة مفرطة والحملة اتأخر بطبابها والدكتور قال لي لازم اخيص حاولت كسير مع الرجوم ما عرفتش فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة وشفت الاوزان الكسير اللي عملها والحياة الصحية عشان انا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكب وروحت له وطميني وراح اتبحلتي ورد جنبي وان شاء الله هعمل عمل عملية قريب تكمين معدى واشوفكه قريب ان شاء الله موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري الحياة طبعا احنا النهاردة في مجموعة من العملات كتير جدا فيه تكميمات فيه تحويلات التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مصاري اللي اسمع عشر هي من ضمن العمليات اللي تهدف الى انقاص الوزن الحياة طبعا واسسة سماح وزنها مية وثمانية كيلو احنا مش لازم يكون وزننا فوق المية وستين كيلو فوق الميتين كيلو عشان نبتدي نعمل العملية لا احنا طبقا للاعراف الطبية كلها ان معامل كل الجسم لو اسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من خمسة وثلاثين ونكون بترينا نشتك من السمنة ساعتها نعمل العملية يعني ربما يكون الواحد وزنه تسعين كيلو طوله مية وخمسين سنتي ربما يكون واحد وزنه مية كيلو فما ما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل متين كيلو فحنا نهاردة هنوريكم اوزان كتيرة جدا وعمليات كتيرة يعني فرايتس كتيرة جدا لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنة ما تتمكن مننا حد ما نكون اصبنا بالضغط اصبنا بالسكر اصبنا بمشاكل في الانجاب اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى لكن معظم الاوزان ويمكن فيها حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم يعني فيه ناس ممكن تترفض من شغلها او تطلق يعني فيه ناس بتجنة كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق ومشاكل اجتماعية قد تصل الى يعني بيت بيجتماعيا بيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا العمليات انقاص الوازن هي عمليات فعالة بتجرى خلال منظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم او اقل من يوم يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عايدة لانها طبعا عمليات بالمنظور التكميم المعدة من العمليات السهلة هنتشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنتم منك عليها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عمليات تكميم المعدة هي عمليات سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرى بالمنظور خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المستهلكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيديان او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتستهلك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيديان هم منفروش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه بنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصينها طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي جشور ده ادبانسد بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديتت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزين ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترام كل ده لازم يتشال بالنسبة أكد تصل إلى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكاي Advanced Biobular Technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودهم السيز مفيش أي نزيف مفيش أي مشاكل الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دهائي بتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكم دبستات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتداب بس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل بالمنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين سمتي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البرط صغير عشان من نعمش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه بنعمله اختبار تسريب عشان احنا نخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة فنحاول نحط الدبيبيس تحت ضغط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات ودبيبيس دلوقتي ونحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شفنا كده المعدة اللي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبيبيس يتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب مفيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لقدر الله يبان داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقافه اثناء العملية ما نسيفش العيان للظروف ما بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي سامح يسري عندي خمسة وعشرين سنة وتوني مية اتنين وخمسين سنتر لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام واي حد حبيب يعمل العملية ما يخافش ما فيهش خطورة وكله تمام وانا بشكر الدكتور كريم صبري ان هو في جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية ومهما اقول مش هقدر اوصف شكر لدكتور كريم صبري موسيقى 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 وزي ما كنا مع بعض النهاردة شفنا سامح كانت عملت تكميم معدة هي عملية سهلة تجرب المنظر خلال فتحات صغيرة هي بقالها فترة قصيرة جدا ما بعد العملية انت بقالك ادي تقريبا بقالها ساعتين المفروض بتتمشى دلوقتي بعد ست ساعات تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتتروح البيت احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعي بسكر رضاية وعصائر كيور لمدة اسبوع 10 ايام بعد كده العشرين يوم بقية الشهر الاول بنمشى على الاكل يعني يفضل انه يكون ممضوع كويس جدا بندلهم تعليمات واضحة جدا ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام يعني بكرة تروح بالسلام البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا لو في اي شغل ممكن تسوقت ممكن تتحرك ممكن تتمارس حياتها الطبيعية عادي جدا في خلال 3 ايام عايز اوصل رسالة اقول ان عملات السمنة سواء تكميم المعدة زي ما شوفتم معنا النهاردة او تحويل المسار او يمكن عملات اصلاح فاشل الجراحات السمنة السابقة كلها جراحات تجرب المنظار هي جراحات امنة جميل جدا يعني الامور عادية جدا مفيش فتح جراحة خالص احنا كل العملات تجرب المنظار حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيرة زي ما هتشوف بعد شوية كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيرة جدا قد لها تتعدى الساعة من بداية البنج لنهايته الافاقة بعد ساعتين زي ما انتو شايفين الامور سهلة جدا وبنتنمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عندي 25 سنة وزني قبل العملية كمية وعشرة بقلال ثلاث شهور بعد عمل العملية خسيت 25 كيلو فارغ معي كتير في كل حاجة في شكلي وفي لبسي وفي طريتي وفي كل حاجة بقيت اقدر اتحرك بقيت اقدر امشي ومبسوطة جدا بالنتاج دي ومبسوطة جدا بالل انا وصلت له وكان عندي رماتزمة على القلب مبقيتش اشتكي منه ورماتزمة على رجلي مبقيتش ااخد البنسلين ولا اي حاجة وبشكر دكتور كريم انه هو بجنبي وغير حياتي الاحسن موسيقى ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سنا بعشر سنوات من البلاد السيء الممتع من ماسي دورو جوليد ، يكون تبدو بشكل جيد وضح ووضح. ماسي دورو جولد أحد منتقات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غالف ومقرها دباي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى موسيقى مساء الخير مساء الفل عليون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا ثلاث فقرات النهاردة فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومشكلة كبيرة ستات كتير بتعني منها بنات كتير وفيه رجال كتير كمان ناس كتير قوي بتبعاتلي بخصوص المشكلة دي فإحنا نهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى هنتكلم عن ويت ولو اللي بيفتح الأماكن الغمقة في الجسم يعني لو أنت عندك هلات سودة لو أنت عندك نمش لو أنت عندك بقع أثر حبوب أو عندك كلف أو عندك أماكن في جسمك مثلا الـ Under Arms أو الـ Sense of Area أو الكوع أو الركب أو الحاجات دي كلها فيها غمقان اللي هنتكلم عنه ويت ولو هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الأماكن دي من الدرجة الأولى فهنعرف معلومات أكتر عنه هنعرف إيه مكوناته ونتائجه بتبان بعد قد إيه بس اسمحولي أرحب بالضيوف الأعزاء اللي معايا في الفقرتي الأولى دكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لشركة OLA Beauty أهلا يا دكتورة حنان ودكتورة دينا نجيب المدير التطويري لشركة OLA Beauty أهلا يا دكتورة دينا أهلا يا دكتورة حنان في شكاوي كتير قوي وناس كتير كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا بيقولوا بيستفسروا يا جماعة إحنا عندنا أماكن غمقة في جسمنا يا جماعة أنا عندي أهلات سودا أنا عندي مش عارفة إيه مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا وتلت تربع البنات والستات بتعاني منها إنتوا جايبين النهاردة وهتتكلموا عن ويت ويلو وهو لوشن لتفتيح الأماكن دي من الدرجة الأولى نعرف إيه هو ويت ويلو وإزاي بيشتغل على الأماكن الدكنة تمام هو ويت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يومنا ويت ويلو فيه بصي خلينا نتفق لأول نعرف مشكلة الغمقان دي بتيجي إزاي التصابغات الجلدية أو البقعة الدكنة الهلات السودا أي منطقة غمقة في الجسم بتبقى نتيجة لزيادة إفراز سبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد فلما السبغة دي بتزيد عن مستوها الطبيعي بيظهر الغمقان الغمقان ده بيتمثل زي ما انتي قلت في البقعة الغمقة في التصابغات الجلدية أي منطقة تحت الإبتة أو منطقة السنستيف إريا البكيني عند السيدات أو أي أثار حب شباب في الوجه برضو أو هلات سودا كلها نفس السبب فلوشن وايت ويلو كل مكونات ويومنا بترجع سبغة الميلانين لمستوها الطبيعي فبيبان التفتيح بيبان قد إيه المنطقة بعد فترة من الاستخدام حوالي 3 أسابيع أنا ببقاش بستخدم اللوشن تاني هو اتفتح تماما كل المناطق الغمق عندي اتفتحت لوشن وايت ويلو كمان فيه ميزة حلوة جدا إنه غني جدا بفيتامين إي وفيتامين سي وده بيدي نضارة وحيوية للبشرة يبقى أنها بعالج التصبغات الجلدية أو الغمقين وكمان بدي نضارة وحيوية للبشرة يعني وايت ويلو يتحط على أي مكان من الأماكن الدكنة يعمل لها عملية تفتيح للأماكن دي طيب هل فيه طريقة بقى معينة لاستخدام المنتج ده؟ هو وايت ويلو لوشن طبعا هي عملية التفتيح دي بس عايزة أوضح حاجة يومنا إن أنا برجع لون البشرة أو أي جزء من أجزاء الجسم للون الطبيعي تمام؟ عشان بس دي يبقى واضح للمشاهدين يعني واحدة حرقت من الشمس بالزلط واحدة خست ودقوا لونها تغير واحدة مثلا رقابها غمقت مثلا من السجوء من الرقوع من السجود أو السجوء أو كوحة مثلا يعني أكيد كلنا بربقى في أول الحياة ما عندناش المشاكل دي مع الوقت بقى والسن والمشعفائي بتظهر المشاكل وايت ويلو بيرجع الأماكن دي اللي غمقت للونها الطبيعي بالضبط حتى برضو كمان الهالات السودة النمش الكلف وحاجة برضو مهمة جدا جدا أثار حب الشباب لأن إحنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنية بسيطة أو سويرة برضو وايت ويلو لوشن يقدر يشتغل عليها وايت ويلو لوشن أنا بستخدمه مرتين في اليوم الصبح وبالليل يا إما بحطه على الوجه يعني بالنسبة لمنطقة الوجه يا إما بحطه على الوش كله يا إما بحطه على الأماكن اللي فيها البقع آه بالنسبة للجسم تحت الإبت أو على القوع الركب أو مثلا السنستيف إيريا البكيني فده أنا ببتدي برضو أحطه بكمية مناسبة للحتة دي أو للجزء اللي أنا عايز أفتحه أحط كتير ولا أولايل يعني كتير ولا أولايل الكمية مناسبة كل أحد يقيم نفسي بزد كده الكمية المناسبة ليكي أن أنت حاسة أن المنطقة دي اتشربت تماما يعني المنطقة أنا حطيت فيها الكريم وتشربت تماما مش فكرة أن أنا هفضل أحط أحط يعني مش بكتره كده أو مش من كتره ومش كتره أن أنا مثلا هخلص العلبة في يوم آه آه فهم أصدي لأ أنا بحط الكمية المطلوبة المناسبة إن أنا حاسة أن أنا خلاص أنا اشتغلت على الإيريا كلها آه مالية المنطقة كلها بس وكرروا الصبح وبالليل صبح وبالليل بطريقة معينة يعني مثلا ولا عادي هو بيتحط كده هو لوشن فاللوشن بيمتص بسرعة جدا مش محتاج أن أنا قاعد مثلا أدعك كتير هو بمجرد مثلا أنا عندي منطقة غمأة هنا مجرد لما أحطه أول كوع حطيت حبة وخلاص عملتها التدليق بسيط وسبتها وهو هيتشرب معي تماما كمان اللي ناس اللي عندها هنا العقل دي بزدك عندها منطقة غماءان هنا فبرضو ممكن أستخدمه أي منطقة عندي غمأة في الجسم أو في البشرة حلو جدا أن أنا أستخدم وايت ويلو لوشن عليها سريع الانتصاص مش هيسيب لي أي أثار دهنانا أو أي أثار زيتية أو أحس أن أنا مش مرتاحة وأنا حطى اللوشن طيب أنا هبدأ أحس بالنتيجة إمتا عفنا بشريتي هتفتح من إمتا يعني؟ هو المفروض أنه هو كورس ثلاث أسابيع فأنا أسبوع بعد أسبوع بيبقى فيه تحسن لحد ما بوصل خالص بعد ثلاث أسابيع البقع ويعني أي بقع غمأة الهالات السودة أثار حب الشباب تختفي معايا تماما بس أنت عارفة مشكلة الهالات السودة كبيرة جدا جدا وأكتر حاجة بتقرقنا لأن هي تبقى فوكسنج على الوش والعين يعني أنت حاجة مركزة تحت عينك وفي وشك فحاجة بتخلينا متضايقين يعني أنا مثلا ليه ألاقي هالات سودة أو أحس أن أنا على طول كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان شكله أن أنا مطفية إنتي ليه تحت عينك أسود كده إنتي بتكليش إنتي ليه سايبة نفسك فوقيت ويلو لوشن حلو جدا 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 للهالات السودة لأن هو بيشتغل على التفتيح من الدرجة الأولى طيب وقيت ويلو يا دكتورة حنان مرخص من وزارة الصحة المصرية وهنشوف الترخيص معنا دلوقتي وطبعا أنت بتنصح أي حد إنه ما يستخدمش أي حاجة بدون ما تكون مترخص طبعا أي حاجة مستخدمها على الوش أو على الجسم لازم تبقى مصرحة على الأقل من وزارة الصحة المصرية لأن ده إجيبشن منستري أوف هلف والتصريح طبعا هيتعرض علينا على الشاشة هو مصرح من وزارة الصحة المصرية بأنه من أقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشرة عايزة أقولك برضو يا يومنا تعقيبا على كلامك إنه برضو لون الغمقان اللي بيبقى في البشرة بيبقى نتيجة لأشاعة الشمس في ناس كثيرة لما بيبقى شغلها برا البيت بتغمق بفعل أشاعة الشمس الألترا فيلو تريز فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجة هيلة جدا مع الناس اللي غمقت من الشمس بيرجعهم للونهم الطبيعي كمان نقطة الأثار حب الشباب ساعات بتسيب بقعة دكنة فمع لوشن وايت ويلو بيقدر إنه يعالج أثار حب الشباب اللي هي البقعة الدكنة اللي نتجة عن الحبوب بتاعت الشباب بتوحد لون البشرة كمان لوشن وايت ويلو فيه نيزة مهمة جدا إحنا بنسميه منتج التلاتة في واحد ليه لأنه أول حاجة قلنا بيفتح لون البشرة تاني حاجة إنه بيدي نظارة بحيوية للبشرة بفعل وجود فيتامين E وC موجود فيه تالت حاجة إنه ليه خواص مرتبة حلوة جدا جدا يا يومنا إنه بيقدر إنه يعمل إيموينت إفكت نتيجة لأنه فيه مجموعة من الزيوت في زيت الساليكون زيت البراثن فيه كمان زيت جنين الأمح الحاجات دي كلها بترتب البشرة يعني لو عندي تشققات في القدمين في الكعبين في الكوع بيقدر إنه يعالجها تماما وده بيبان من أول استخدام تشققات في ستة كثير قوي بالزبط آه وعايز أقول بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس أي حاجة مفتوحة في رجلو وإحنا داخلين إنتي عارفها في فصل الصيف منظر الإيد لما بيقى فيها تشققات بيقى فيها مع غمقان بتبقى مشكلة جمدة جدا فبيقدر إنه يعالجوا من أول استخدام يا يومنا بنحس بتحصن بيعالج التشققات على طول بعد أسبوع بلاحظ إن إيدي بقت أو أي تشققات أو أي سكين كراكس موجودة في الجسم بتتعالج تماما بنسبة 100% طيب في عرض أنتوا عاملينه على ويت ويلو تقولي لأستاذ المشاهدين العرض بتاعكم طبعا ويت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يومنا أي حد حابب دلوقتي إنه هو يشتري ويت ويلو لوشن عليه خصم 30% ده طبعا يعني استجابة يعني من كل العمل إن شاء الله يقدروا إنه هما يستخدموه يجربوه والحمد لله هو الفيدباك بتاعه حلو جدا وخاصة فعلا في موضوع الهالات السوداء اللي احنا تكلمنا عليه من شوية كانت نتيجته حلوة جدا جدا وبرضو التشقوقات التشقوقات برضو كانت نتيجته هيلة فعلا الحمد لله بيستخدم لجميع أنواع البشرة يا دكتورة دينا مزبوط جميع أنواع البشرة البشرة الحساسة البشرة الدهنية البشرة المختلطة العادية أو كمان الجفة كل أنواع البشرة ويت ويلو لوشن بيتعمل عليها لأنه هو لوشن سريع الانتصاص ما بيحصلوش البشرة الدهنية مثلا ما تحسش بأي أثار دهننة بالنسبة للبشرة الحساسة هو معظم الانجريديونس تاعته طبيعية ما فيهاش أي حاجة ما تسببش أي التهابات للبشرة أو أي احمرار يعني بالنسبة للبشرة الجفة هو فيه خواص مرتبة عالية جدا 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 فبيقدر أن أي بشرة جفة تستفيد منها بلاس كمان طبعا فيتامين E و C موضوع مهم جدا جدا لأنه بيحسن من الكواليتي بتاعة البشرة بتاعة جميع أجزاء جسمي إن أنا أحس إن أنا جسمي فيه نضارة إن أنا ناعم إنه هو سموزي يعني ما فيهاش أي زي ما كنا بنقول كراكس أو كده لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا المكونات يا دكتورة حنان طبيعية طبعا طبعا عشان فيه ناس تحبه قوي للحاجة يبقى مكوناتها طبيعية قولنا إيه هي أهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشرة في لوشن وايت والا تمام أول مكون عندنا يومنا هو الليكوريش إكستراكت الليكوريش إكستراكت ده مكون طبيعي 100% ده اكتشفوا مؤخرا إن مكون الليكوريش إكستراكت ده بيقدر إنه يرجع زي ما قولنا في أول الحلقة بيرجع سبغة الميلانين لمستواها الطبيعي فبالتالي بقدر أفتح لون البشرة كمان مكون تاني من المكونات هو الكوجيك أسد أو حمض الكوجيك ده برضو مكون موجود في نبات الفطر أو المشروم فهو بالإضافة لكده وطبيعي 100% بيقدر حمض الكوجيك إنه يرجع برضو سبغة الميلانين لمستواها الطبيعي فبيحصل التفتيح زي ما قولنا فيه مجموعة من الزيوت أو توليفة متكاملة من الزيوت اللي بتقدر تدي تأثير مرتب زي السيليكون أيل اللي هو زيت السيليكون زيت البروفين وكمان زيت جنين الأمر وما ننساش طبعا وجود فيتامين إي وفيتامين سي اللي تكلمنا عليهم اللي بيدو النضارة والحاوي فدايما بنقول إنه هو منتج التلاتة في واحد أول حاجة بيفتح لون البشرة بيقضي على أي تصبغات جلدية أو أي بقع دكنة بيقضي على الهالات السودة وأصار حب الشباب كمان يخواص مرتبة لأمولينت إفكت يعني بيدي ترتيب في أي تشققات عندي أو سكين كراكس زي الموجود في القدمين في الكوع أو في الكعب بتاع الرجل أو في الركب طبعا وكمان بنقول إنه بيدي حيوية ونضارة للبشرة بفعل وجود الفيتامين إي وفيتامين سي فأنا كده يومنا بعمل زي حاجة متكاملة أو علاج متكامل لأي دفوع عندي سواء كان غمقان في البشرة أو تشقوقات أو لو أنا حاسة أني فيه شحوف في الوجه فهو فعلا منتج سحري وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزارة الصحة المصرية ودي طبعا أهم حاجة إذا جاء أخير بسه يومنا إنه هو كمان فيه مادة التيتانيوم دايكسايد فدي للتحمينة كمان من أشعة الشمس الضارة فما فيش مشكلة خلص صبح ونخرج في الشمس عادي بالضبط بالعكس أنا كده بحمي نفسي أولا أنا بعالج المناطق الغمق عندي كمان أنا بحمي نفسي من أشعة الشمس الضارة إن أنا أي مكان تاني يتصاب بغمقان بس فحلو والميكب يعني قدر أستخدمه مع الميكب يعني فيه تعرض بينه بين أي ميكب لا خالص أنت بتحطيه بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعة أو نص ساعة على حسب مدتك المدة اللي أنت هتنزلي فيها فأنت قابليها بربع ساعة بتحطيه وتستفيدي منه تماما في التفتيح وأن أنت تحمي نفسك من أشعة الشمس الضارة فبالتالي تحطي الميكب بشكل يعني هادي جدا وما فيش أي حاجة خالص طيب فيه ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليدية لإزالة الشعر دي طبع بيانتوا عنها غمقان دي حاجة معروفة لما تستخدم الطرق التقليدية مع الوقت يحصل طرهولات ويحصل غمقان طبعا كويس بعد لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين ينفع يستخدموا وايت ويلو بعدها طبعا هو وايت ويلو لوشن أنت أدام عندك منطقة غمقة أو عندك أنت حصل عندك غمقان أو بقعدك هنا نتيجة حاجة معينة تعرضك للشمس عملت مثلا يعني استخدمت أي أسليب من أسليب إزالة الشعر البشرة أو كده استخدمت مثلا المناطق اللي هي الدكنة عندنا دي بتتعرض أكتر للغمقان فإحنا ما فيش مشكلة أن أنا وايت ويلو لوشن أستخدمه لأي منطقة في جسمي سواء في البشر أو في الجسم أنه هو يفتح لي المنطقة دي تماما ويرجعها للونها الأصلي طيب تاني حاجة هنتكلم عنها يا دكتورة حنان وهو منتج خاص بالسيدات وبالأنسات منتج النسائي وهو نايرينا تقولينا بقى هو نايرينا عبارة عن إيه وبيعالج إيه بالزبط تمام هو نايرينا في بعض السيدات يومنا بيعانوا من تراهل عضلة المهبل نسيجة لقسرة الولادة الطبيعية لما تستطيع تكون مخالفها مرتين أو ثلاثة فبيبقى عندها مشكلة في تراهل عضلة المهبل فبنقول أننا يرينا بيقدر أنه يرجع عضلة المهبل لوضعها الطبيعي يعني بيعالج أو بيعمل على شد تراهل عضلة وده بيعتبر من أقوى المستحضرات الموجودة في الماركت طيب الاستخدام بالنسبة لسيدات أعتقد أنه بيكون داخلي وخارجي أما للأنسات فخارجيا فقط بالضبط لأنه كمان في للأنسات هتقولي لي هما ما عندهم شي موضوع شد تراهل العضلة فبنقول أنه نايرينا برضو من أقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقة زي الكانددا زي الترايكومونس كل الحاجات دي بتسبب التهابات بتسبب حكة بتسبب إحمرار بتبقى موجودة في السيدات والأنسات فبنقول أنه منتج من أقوى المنتجات الموجودة تقدر أنها تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما زي الكانددا زي الترايكومونس وتقضي على الالتهابات أو الحكة أو الإحمرار بفعل مادة اسمها الترايكولوزان الترايكولوزان دي مادة معروفة جداً لها أنتي بكتيريا الانتي فانجل برود سبكترم يعني إيه برود سبكترم يعني هي مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات واسعة المدى واسعة المدى يا يومنا يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا أو نوع واحد من الفطريات بتشتغل على مجال كبير جداً يعني كل أنواع البكتيريا والفطريات فأنا كده بحصن تماماً نفسي من مهاجمة أي بكتيريا أو فطريات في هذه المنطقة بالإضافة كمان أن نايرينا بيبقى لي ريحة حلوة جداً فبيحارب لو فيه أي رائحة كريهة في هذه المنطقة فبيقدر انه يحاربها بفعل لمستخلص الورد والنعنى بيتم استخدامه تركيز يعني بيخفف مثلا اه عارفين الحاجات بيتم تخفيفها اه طبعا هو بيتخفف فعلا يا يومنا هو الغطى بتاعنا يرينا بنخففه بمتي من ملي مية وزي ما قلت بيتم التشتيف به داخلان وخارجيا بالنسبة للسيدات المتزوجات بالنسبة للفتيات بيتم به التشتيف خارجيا فقط طيب المكونات كلها مكونات طبيعية اه مكونات كلها طبيعية فيه عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد تراهل عضلة المهبل وهو مستخلص الالوفيرا الطبي ده طبيعي مية في المية ده بيغني تماما عن العمليات الجراحية او الليزر او الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيرة وبرضو بيبقى فيها يعني اجهاد او ان انت تنزيم البيت وتعمل جلسات وكده فده بيديك نفس تأثير العملية وانت قاعدة في البيت فيه عندنا مادة الترايكلوزان زي ما قلنا مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات واسعة المدى ومستخلص الورد والنعناع وده طبعا طبيعي مية في المية طيب مرخص يا دكتورة دينة من وزارة الصحة المصرية مزبوط مزبوط كده اه فهو قدام مرخص من وزارة الصحة المصرية اي حد يقدر يستخدمه بشكل آمن جدا عايزة بس نوع على حاجة يعني بالنسبة للسيدات الحوامل يفضل انه طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط طبعا فيه عينية خاصة بالزبط بالنسب طيب احنا شوفنا الترخيص معنا على الشاشة كامل طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع مزبوط نايرينا اي حد حابب دلوقتي انه هو يحصل على نايرينا انه هو هيبقى عليه خاصم 30% وطبعا هو ان شاء الله يستفيد بالعرض لان فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي موجودة لان هو زي ما قلنا انه هو بيشد عضلة او بيشد تراهل عضلة المهبل مع انه هو كمان بيقديلي على كل انواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكة والهرش طيب احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجتين من مقدمين من اول بيوتي والاتنين عليهم خاصم 30% وده كويس جدا اتكلمنا عن ويت ويلو الكريم الخاص بالتفتيح مزبوط يا دكتور حنان وده اعتقد انه هيعجب ناس كتير قوي من السيدات طبعا احنا مشكلتنا رقم واحد عندنا هو سواء كان رجال او نساء موضوع التفتيح اي حد بيبقى عايز يفتح لون بشرته ويرجعها لونها الطبيعي اللي بعيد عن بقى التلوس ومشاكل التدخين ومشاكل عشاية الشمس والكلام ده كل وكمان العرائز بقى يعني احنا داخلين بقى اصلا على موسم بيبعتوا كتير جدا اه بالضبط فيعني بتيجي احنا بيجينا مكالمات كتير اللي هو طب انا عروسة طب انا استخدمه امتى او مدة كافية قد ايه ان انا عايزة مثلا عندي بقع وعندي تصبغات ازاي اقدر عالجها طواية ويلو لوشن طبعا الحمد لله عمل نتيجة هيلة جدا جدا مع التصبغات انا بنصح اي عروسة او اي كمان شاب مقبل على الجواز او كده لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من اشعة الشمس ان احنا نستخدمه في مدة شهر هيخلصنا تماما عنا البقع والتصبغات بشكركم على جوتكم معي دكتورة حنان الحسيني مرسي ليكي ودكتورة زينا نجيب مرسي يا دكتورة زينا هنروح الفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الاستعادة ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين يارا اختارت المركز الطدي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة اختيار صح يا يارا ليكي والكل أصحابك أنا عندي حبوب وهالات وروحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت إن أنا عالج بشروتي واشيل كل الحاجات اللي فيها أنا عملت تلات جلسات في المركز الطبي ووصلت النتيجة اللي أنا كنت عايزاها واضية تماما عنها بحب أشكر المركز الطبي وده كتفر لي فيه كل صحاب اللي قالوا لي عليها قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ورجعنا مرة تانية واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل جهازين يعتبروا من أحدث الأجهزة في مجال التجميل دلوقتي واللي بينفرد بهم الحقيقة المركز الطبي وكل أجهزته طبعا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنقول أن المركز الطبي رقم واحد في مصر في الأجهزة دي وعنده أحدث الأجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم محققين نجاح كبير قوي وناس كتير بتسأل عنهم وعاوز تعرف معلومات أكتر عنهم مع ضفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأمف بالمركز الطبي إزايك يا دكتور هشام الحمد لله عامل إيه خلايا نتكلم عن الجهازين اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم النهاردة الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي وفيه كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشام وهذا إزالة الشعر بالليزر والحقيقة أنتم بتنفردوا بأن أنتم عندكم أحدث جهازين في السوق موجودين دلوقتي خلينا نعرف يعني إيه هايفو هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها High Intensity Focused Ultrasound اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة بتشتغل بإيه وظيفتها إن هي بتحفز الجلد أنه يبتدي كون كولوجين وإلاستين جديد بدل الكولوجين وإلاستين القديم عشان يبتدي يحصل له ليفتنج يتشد ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه زي ما بقولك هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولوجين وإلاستين عشان يبتدي يتشد ويرجع ليه وضعه الطبيعي تاني هو جهاز الهايفو هو ببساطة كده أنه هو بيعمل ليفتنج بيرفع الجلد المترحل وبيخلي التجعيد الخفيفة والمتوسطة تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده عن طريق الجلسات الهايفو يعني هم بيستخدم في شد التجعيد البسيطة والمتوسطة عند أي حد بقى سواء رجال أو سيدات بتبقى عبارة عن جلسات ولا هي جلسة واحدة هي جلسة واحدة اللي بنعملها ده بيفور وافتر ليها شو فيه ده بيشتغل على الدقن كويس قوي أبروفد من منظومة الصحة والأغذية الأمريكية إنه هو بيشتغل على الدقن والدبلتشين تراهولات الرقبة بيشتغل على كويس قوي بيحصل شد للجلد طبعا النتيجة بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسة على طول وجزء تاني في خلال 3 شهور لست شهور بيحصل فيه تحص أنتوا شايفين يا جماعة الفرق بين الصورتين أنا عاوز أقول لكم أنه الفرق ده من جلسة واحدة جلسة واحدة بجهاز الهايفو عملت الفرق ده يعني يا دكتوره بصراحة هو الفرق كبير بس ممكن في ناس تقولك معقولة ده جلسة واحدة تعمل كده جلسة واحدة بتعمل كده وبيفضل العين يتحصن في خلال 6 شهور من 3 ل 6 شهور بيحصل عن نهجة كاملة جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول وبيفضل يتحصن لغاية ما يوصل 6 شهور أنا عاوز أقول لك كمان أنه هو بيستمر معاه من سنتين لتلت سنوات ياه ليه الجلسة بتقعد كم ساعة يعني يعني جلسة بتقعد من 45 ديئة لساعة كاملة يعني مش 3-4 ساعات لا 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 من 45 ديئة لساعة بنعمل الشد للوجه والرقبة ده يعني دي جلسة مكسفة يعني نجيب النتيجة دي ده حلو ده ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا نضيقنهم ده 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 تختلفوا في ثانية بيجيب فيهم النتيجة كويسة قوي بس هو أنت بتشوف جزء من النتيجة وبعد الجلسة على طول والجزء بعد كده بيتحسن لغاية 6 شهور طيب إحنا معنا فيديو تقريبا لجهاز الهايفو طيب نشوفه يكمل بعد إذنك على الشاشة عشان نعرف الفكرة إزاي أو التكنيك إزاي هو بيبقى كده ده البروب بتاع الجهاز الهايفو وده طبقة الجلد إحنا بنقول إن هو بيشتغل على عمق 1.5 ملي 3 ملي 4.5 ملي يعني ده الجهاز بنعمل أبيليكيشن هو بيشتغل على العمق كمان نش على الطبقة السطح ده أول طبقة بيشتغل عليها إن هو بيدي نباضات بيفرغ طاقة على بعد 1.5 ملي من سطح الجلد بنغير البروب ده تغيير البروب هو بنبتدي ندي أعمق شوية بنبتدي ندي أعمق شوية ده طبعا على حسب كل حالة نشوفه ببدأ يزود العمق بتاع المباضات اللي إحنا شغالين بيها فيبتدي يدي بدل ما كان بيشد الجلد بس لا بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان يعني اللي تحت الجلد كمان فهو ده التقنية بتاعته ده طريقة شغله ده البروب وده مقطع من الجلد وده بيشتغل بقى على الطبعات الخارجية والمتوسطة والعميقة هل في بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده أو سن معين بصي مفيش أي استعدادات لجهاز الهايفو ومفيش سن بس احنا عادة بنقول انه من سن 18 و 20 سنة للي 50 و 60 سنة مفيش أي مشكلة في الهايفو وفيه ناس بتعملهايفو من غير أي سبب يعني ما يكونش مثلا فيه ترهولات شديدة ولا حاجة لا لمجرد النظارة هي مثلا بنت عندها 25 سنة عاوزة تشد البشرة بتاعتها عاوزة تحس ان البشرة أفضل بنعمل جهاز الهايفو ملوش أي أعراض جانبية وملوش أي مشاكل ملوش أي مشاكل خالص بنأكد على كده ولا ليه أعراض ولا الوش مثلا هيحصل له حاجة ولا أيام ولا أي حاجة خالص بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نصف ساعة بعد كده بنشيل الكريم بنبتدي نشتغل بجل موضعي برضو بنعمل الجلسات بتقوم من عندنا بنستخدم كريمات ملطفة لمدة يومين لتلاتة يام بعدها وما فيش أي حاجة بينزل شغله من تاني يوم على طول او بتنزل شغلها من تاني يوم على طول انا عجبني الموضوع ده جدا واعتقد انه هيلاقي استحسان الناس كتير بصي بصي هو الهايفو بالضبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون إبرة يعني فيه ناس الخيوط احنا بنشتغل معها بتدي نتاجها هيلة جدا طبعا الخيوط دي تلاغنة عنها فيه ناس ما بتحبش وفيه فرق طيب بين وبينها طب يعني طب إيه الفرق طب إنا إيه اللي يخليني يعني لسه أنا هيجي قولك دوقت طب إيه اللي يخليني أعمل الخيوط وفيه مثلا هايفو هل فيه حالات بتستدعي يعني فيه ناس بتختارها للهايفو وفيه ناس بتختارها لها خيوط طبعا فيه ناس بيبقى الموضوع بمعاهم كبير فيبيبقى اللاج الأمسة اليوم الخيوط لكن الموضوع أقل شوية بيبقى الهايفو طيب فيه ناس مثلا يعني مشكلة عندهم انهم ما بيحبوش شكل الإبرة بيخافوا من شكل الإبرة وهي بتخش الجلد معنا على فكرة برضو أنا عاز أأكد على حاجة ان تركيب الخيوط ما فوش أي ألم ولا أي حال خالص بس فيه ناس ما بتحبش موضوع الإبرة ده فبيبقى الهايفو هو الحل الأمسة اليوم يعني وبنفكر تاني انه هو للتجاعد أو الخطوط البسيطة أو المتوسطة مش الترهولات بقى الجامدة دي دي خيوط دي شق خيوط وممكن الترهولات الجامدة ممكن ما ينفعش معها الخيوط يبقى الحل الجراحي هو الأمسة اليهم يعني حسب بنقيم الحالة بالزبط هو حسب تقييم الطبيب اللي الحالة بيكون ازاي تاني حاجة عاوزين اتكلم معناها قبل ما الفقرة تخلص وبرضو جهاز هايل جدا وعن تجربة ناس كتير أنا شخصيا أعرفهم هو جهاز الهير ريموفل أو إزالة الشعر بالليزر انتو عندوكوا جهاز خطير يا دكتور جدا يعني نتاجه فعلا مبهرة وبعدين فيه نيزة انه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر ده حي ده حي بص يومناها هو نجاح أي جهاز بيبقى على كذا عامل العامل أول هو الإيفيكاسي بتاعته هو درجة التأثير بتاعته على الحاجة اللي احنا عاوزينها تاني حاجة ايه الأعراض الجانبية بتاعته كل ما قالت الأعراض الجانبية ده بصي ده صورة حقيقية من الجهاز اللي عندنا في المركز اه هو ده الجهاز ده الجهاز الهيفو ده الليزر يا جماعة ده جهاز سوري الليزر ومعاه وحدة التبريد بتاعته وحدة التبريد دي حاجة أساسية في الجهاز دي اللي بخليها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس قوي ليه لان انا زي ما بقولك الجهاز مؤثر ما فيه اجهزة كتير مؤسرة بس فيه اجهزة مؤسرة وفي نفس والمشكلة بقى ان يبت لها اعراض جانبية لا وسريع اه بالضبط سريع من اول جلسة الواحد يشوف نتيجة بس مش معنى كده انه يوقف لا طبعا او يبطر انا بنعمل موضوع ده في جلسات اه وكل ما احنا بنشوف ان هو محتاج جلسات اكتر بياخد جلسات اكتر عشان يدي نتيجة المطلوبة ما هو ممكن اعمل جلسة وبعد كده اه يخيف شوية الشهر بس يرجع مرة تانية لا احنا بنعمله على جلسات بيبجي نتائج هيلة جدا هو اقل جهاز موجود في السوق في العراض الجانبية بتاعته معظم المشاكل بتاعة اجهزة الليزر الحروق يعني فيه ناس يقولك انا روح تعمل لزالة شهر وحصل لحرق ده مفهوش كلام ده مفهوش كلام ده لان معايا من احسن وحدة تبريد موجودة في الاجهزة اللي موجودة في السوق ده بالعكس ده بيفتح بالضبط تاني حاجة بقى انا عاوز اقولك ان الجهاز ده بيفتح فعلا الاماكن اللي فيها انا شوفت بعيني نتائج عشان كده انا باتكلم انا شوفت بعيني نتائج الجهاز بتاعك وبتاع الزالة الشعر بيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها فعلا ده حقيقي بدون اي تأشير وبدون اي حاجة يعني هو بيدي دابل اكشن بيشيل الشعر فعلا وبيفتح الاماكن اللي بيشتغل عليها والموضوع بيبقى جلسات بقى عشان نعرفهم يعني اشرح لهم موضوع زالة الشعر بالليزر ده بيتعمل ازاي وهل في استعدادات معينة هل في محاذير معينة بعدها واحنا دبعا دي صور دي صور اه دي صور طريقة شغل الجهاز طبعا هو اي حاجة بيبقى لها استعدادات ان احنا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفرة مش بسويت ولا كريمات بنستخدم بعد الجلسات زالة الشعر مفروض ان انا ما بشلش الشعر دي تاني مرة تانية فيه ناس ممكن شيلها بمولقات او اجهزة تانية اللي هي بتشيل الشعر ده ما ينفعش لان ده طبعا بيقلل تأثير الجهاز احنا الجهاز بيشتغل على مادة المادة الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر بيموتها عن طريق ايه الطاقة اللي بيفرغها فيها فانا لو شلت الشعر بعد ما ضربتها بالليزر فانا بسمح انها يتكون شعر تانية مكانها فطبعا ده ممنوع خالص ان انا يعني خلينا اقولها لهم ببساطة اي حد عاوز يعمل او مقبل او هيقبل على جلسات ازلت الشعر بالليزر اول حاجة اعملها انه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليدية اللي انتوا عارفينها يتشال عن طريق الشيفينج او الشفارات بحيث انه الجدر يفضل موجود لانه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرية فاذا لو شلناها بالطرق التقليدية طبعا هنشيل الجدر فمش هتجيب نتيجة تاني حاجة لما تعملوا لو بدأتوا في الجلسات ممنوع استخدام الطرق التقليدية برضو خلاص يعني ما نستخدمهاش خالص بيبقى برضو الازالة عن طريق الشفارات او الشيفينج هو مش هتحتاج ان هي تستخدم شفارات لانه هو بيقع بعد شوية اه لو بين الشهر يعني لو طلعت كم شعرية بين الجلسة والتانية ما تتشالش يعني اهم حاجة تحتفظوا بالجدر عشان في الجلسة اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور اه هو الليزر بيشتغل على الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر نفسها اه وعشان كده دايما نقول ان هو بيشتغل على الشعر الغامق الأصمر والجري بدرجة أقل شوية الشعر الأصفر بيبقى بدرجة أقل خالص الشعر الأبيض للأسف الليزر ما بيشتغلش عليه اه فاحنا بنشتغل دايما على البصيلة بتاعة الشعر فعشان كده ما نشيلش البصيلات الشعر بالطرق التقليدية اللي احنا عارفين طب وكويس جدا لانه انا اعرف انه الليزر صديق الشعرية الصمرة بالضبط التخينة بالضبط فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعة دي انه الشعر اصمر وتخين فده معنى كده انه هيجيب نتيجة هيلة جدا مع الليزر وماش مهم كسفته على فكرة يعني مهما كانت كسفته مهما كنت مشعرة مثلا او شعرك اصمر او 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 بتتشال احسن من اللي شعراها كمان فتح ومش مشعرة بكتير وعلى فكرة احنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على طايبس كتير قوي من الجلد يعني فيه اجهزة بتشغل على بعض الانواع الجلد الفتحة بس او الخمرية لا احنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيرة من الانواع البشرة بي ميزة كويسة قوي في الجهاز اللي عندنا يعني بشرة فتحة بشرة غمقة بالضبط مفيش مشكلة فيه خاص بيجيب نفس نتيجة بيجيب نتيجة كويسة جدا مع معظم انواع الاسكن تايبس طيب فيه ناس بيبقى عندها مثلا في ظهرها اه شعر كتير او في اماكن مش متعرف عليها برضو بيتعمل المساحات الكبيرة اه بيشتغل على كل الشعر احنا عندنا باكش كاملة للموضوع ده فيه بالمنطقة وفيه بنشتغل باكش فول بودي هير ريموفل اه بالضبط اه اه طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور هشام علشان الناس تبقى فاهمة مش جلسة فيه ناس بيجيب نتعلمها جلسة مش جلسة مش زي الهايفو الهايفو دي جلسة لكن اللزر لا موضوع جلسات شوية جلسات وبعد كل مدة ما نبعد الجلسة عن الجلسة يعني بنبعد الجلسات عن بعض كل ما بنام الجلسات اكتر كل ما بيبقى المدة من الجلسة والجلسة بعيدة شوية لغاية ان احنا ممكن نوصل بعد كده سنة ويمكن اكتر من سنة عشان نعم الجلسة بشكرك دكتور هشام على وجودك معنا النهاردة ديفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي مي حولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة بس كان الفشل عنوان كل محاولة سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها وفعلا اخدت الخطوة الاهم في حياتها وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي جربت حاجات كتير من نفسي وزورت دكتورة كتير بصراحة فالنتيجة ما كانتش تمام فأصدقاء كتير قالولي زوري المركز الطبي وان شاء الله هتلاقيه عملت اكتر من الجلسة بصراحة والنتيجة كانت زي ما انتم شايفين انا مش مصدقة بصراحة يعني التجايد رواحك وراضية جدا عن نفسي وشكلي انا حس ان انا مستريح نفسيا وبشكر جدا للمركز الطبي وجزاهم اللقاء بصراحة بذلوا مجموض كبير بس نتيجة ممتازة جدا قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسرامايد المهروفة قدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستظهر مرخص من وزارة وزارة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب وأخيرا بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جدا في مصر والعالم العربي وبنات وأعمار مختلفة خالص يعني من 18 ل 50 60 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات أكتر طبعا فيه شريحة كبيرة جدا عارفت ماسي وتعاملت معاه وجربته وفيه ناس تانية لسه ما تعرفش أو عاوزة تعرف معلومات أكتر عنه ايه الكريم ده ايه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة 10 سنين وراء ايه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها يعني هل في حاجة كده ده سحر ولا حقيقة هو طبعا حقيقة عن شهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جدا فاحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دورو جولد مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينة أبو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فر ازيك دكتورة دينة؟ اهلا بيكا يومنا عملا إيه الحمد لله يا حمد يعني اعتقد ان كل الناس بقى ندخل فيها ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين بس طبعا فيه ناس كتير قوي لسه ما تعرفش فيه ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعا أكيد فحاوزين نقول لهم ايه موضوع ماسي دورو جولد ايه سر ماسي دورو جولد ايه الامتشار الرهيب اللي انتو عاملينه دا ايه النجاحات الكبيرة دي يعني اقولك ايه نص ستات مصر والوطن العربي جربوا انا اعتقد اكتر كمان اعتقد انا كمان طول ما انا ماشي في اي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه فيعني الموضوع تشهر بشكل كبير جدا ماسي دورو جولد فعلا اتشهر بشكل كبير حقق نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا ايه يومنا احنا في الموضوع تبقى لنا سنتين ونص فعلا لقى شهرة اكتر من منتجات بقى لها سنين طويلة ليه ماسي نجح النجاح دا ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها لان ماسي دورو جولد يومنا الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون ماسي دورو جولد الوحيد اللي بنعتبره كرس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من علامات تقدم في السن ماسي دورو جولد تصنع في 6 سنين ابحاث عشان يقدر يلائم كل انواع البشرة يقدر يلائم كل الوان البشرة ماسي دورو جولد الوحيد وانه من اقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجعيد اللي بتقرقنا كتير جدا لعلاج الهالات السودة لعلاج تصبغات الجلد اصار حب الشباب لعلاج اي بقع نتجة بقى عن الشمس عن اصار حب شباب او عن حب شباب او حتى عن كوزماتيكس احيانا بيبقى فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية في البشرة بتبقى حمراء وبعدين بتقلب الحمر ده الغامع ماسي دورو جولد بيعمل يعني بيقدر يوحد دور البشرة ويفتحها بشكل كلي يعني بشكل كده ماسي دورو جولد الكريم يقدر يشد الجلد يبقى ماسي دورو جولد عشان كده نجح النجاح ده لانه فعلا الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات تقدم في السن ومش بس لستات للرجالة كمان يعني ماسي دورو جولد ملائم لسيدات ورجال بنات الصغيرة في السن اللي تستخدم ماسي دورو جولد عشان تدي نظارة حلوة قوي يمكن بنات صغيرة لسه ما عندهاش تجعيد لسه ما عندهاش هالات سوداء لكن وشاها مطفي وانس ان وشاها مطفي كارزمتها بتقل جدا فاحنا عايزين حتى البنات الصغيرة يبقى عندهم طلع حلوة وكارزمة حلوة بماسي دورو جولد هي الكارزمة دي هي الفكرة في الكارزمة دي يعني انت ممكن تلاقي واحدة حلوة زي الأمر وما عندهاش كارزمة صح بيخة ما عندهاش كارزمة وممكن تلاقي واحدة تانية لطيفة ويعني مش بجمالة تانية بس وشاها كله كارزمة وجاذبية ونور واشراقة فهو ده اللي احنا بنقوله الكارزمة اهم بكتير من انه يبقى شكلك حلو يبقى عندك كارزمة ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كارزمة دي قصة تانية خالد دي موضوع اخر بس ماسي بيعمل الكرازمة دي بيعملها ازاي ان هو بينور الوشي دكتور دي بيحلي يعني انا الكلمة اللي سمعتها كتير من الناس كتير انا شكل حلو لا واحنا على طول يومنا بنقول ده ماسي ان ماسي دروغولد شعاره الاساسي انه يقدر يخلينا نبدو اصغر سنيا او شكليا عشر سنوات عندي عملة بيستخدمه ماسي دروغولد من الستات بيقوللي يا دكتور دي انت بتقوليلي احنا هنصغر عشر سنين انا حاسن صغرانا عشرين سنة فهو عشان كده بيحلي يعني ايه ماسي دروغولد دي قدر يصغف في السن البشر شكليا عشر سنين يعني لو انت مثلا متصورة صورة زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا وشك مجدود ما فيهوش تجعيد حتى وانت بتتحكي كل ده مفروض وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش المية وحداشر بعد فترة لما بتيجي تتصورة بتلاقي بقى مشاكل بقع مشاكل هالات السودا كل الحاجات دي وبعدين بتعودي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي مش مشكلة الصورة المشكلة انتي لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي على طول بقول الست مهمة قوي وهي نزلة راح اشغلها يبقى شكلها كويس راح تعمل انتروفيو في الشغل على فكرة المظهر من اهم حاجات اللي تقدر تتقابل في شغلها نزلة مع خطيبك لازم تبقى شكلك حلو جدا وعلى فكرة رجالك كتير اوه متحبش الميكاپ الاوفر يعني يعني وفيه ناس ما بتحبش الميكاپ بخلص انا قبل كده خطيب قال لي ايه اللي انت عاملها في لحظك ده مرة قلتها حط ميكاپ قالي شكلك من غير ميكاپ احلب كتير ففيه فعلا رجال كتير يا يومنا ما بيحبوش الميكاپ الاوفر فتعمل ايه بقى تقولك انا بحط الميكاپ عشان اداري عيوب فهو خطيبها مش عاجبه الميكاپ فهي ميسيد الرجال فعلا بيدي نتيجة حلوة قوي على طول بقول احنا دخلين في موسم افراح فمحتاجين ان احنا نستخدم ميسيد الرجال عشان اديها تطلق حلوة حتى وهي قادة في البيت اكيد انا قادة في البيت مش احط يعني معاها نستخدم عن الميكاپ خالص بنسبة كبيرة جدا تبقى شوية مسكرة كفاية وشوية روش كده بس كفاية قوي بس عايز اقول حاجة عشان كتير عملة بيكلمونا دلوقتي بيسألوا على العرض العرض للأسف انتهى احنا قعدنا فترة طويلة جدا كنا نفوض هنقعد اسبوعين مدينها لأكتر من شهر والحمد اللي عندي عملة كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول لسادة المشاهدين اللي بتفرجوا عليه يعني ده خبر هايزة عن الناس كتير ماس يتعرف بنو كريم الدهب وان الدهب مكون اساسي من مكوناته واي حد بيحطه بيشوف كمان الدهب طبعا يعني الدهب طبعا حاجة فخمة جدا ان هي تبقى في كريم علشان كده هو فخم يعني هو انا بعتبره كريم من افخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها صح فقولنا بقى ايه المكونات الاساسية فيه غير الدهب غير الدهب عندك الكافيار الكافيار مهم جدا يا يومنا الكافيار في خير البحر كله فيه معادن احماض امينية مضادة اكسادة طب الكافيار هيعمل ايه في بشرتنا احنا مناكله فاولا بيبقى طبعه حلو قوي سنايا طبعا بيغز جدا الكافيار على البشرة اهم لان كل احماض الامينية والبروتينز بتحطيها دايكت على بشرتك يعني كتير قولي خلاص احنا هناكل كافيار ويبقى بشرتنا حلوة كل الكو بقى عشرين كيلو كافيار تعفت جرام بكام دلوقتي كافيار يعني لو اعطي في اي مطعم بالمعلقة الكافيار دلوقتي ماسيدروجولد المية وعشرين ميلي كله كافيار الكافيار انتيرنكل يعني يقدر يعالج التجعيد وايتنينج افاكت بيعمل وايتنينج افاكت عالي جدا يعني يقدر يعالج هلات سودا يقدر يعالج اصرحة بشباب يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميكب كمان بيحتوي على الانتي اوكسدانت يعني بيعالج وبعد ما بيعالج بيعمل وقاية من ظهور المشاكل الزيتان فدي اهمية الكافيار عندك الفيلر ماسيدروجولد بيحتوي على فيلر فيلر بدرجة عالية جدا الفيلر ايه اهميته غير انه بيعالج التجعيد بيعمل رتوب عالية قوية يمنى يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا ممكن يستغنوا عن الفيلر والبوتوكس في حالة التجعيد السطحية بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس على طول بقول في التجعيد العميقة بنصح باستخدام ماسيدروجولد مع الفيلر والبوتوكس يمكن فيه سيدات كتير عندها تجعيد عميقة وبتقولي دكتورة دي أنا مش عايز ألجأ مثلا الحق إن أنا كل ستة شهور لازم أرجع أحيان بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لأن التجعيد العميقة بتحتاج فترة أطول لأن كتير يقولي طب أنا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهاردة الصبح لأي وشي مجدود وما فيش تجعيد النتائج دايما بيسأله على النتائج دبين بعد قد إيه ماسي أنت أول شهر بتشوفي نتيجة أول شهر بتشوفي تحصل الشهر الثاني بتشوفي تحصل أكتر الشهر الثالث بتشوفي تحصل أكتر بالنسبة للتصبغات والتجعيد بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشك اتعالج تماما ماسي دلوقتي ده بيكفي أدئيه بيكفي ستة شهور لكن نتيجة النظارة والنعومة وأحيانا شد البشرة من أول الاستخدام طيب هي ستة شهور هي كبيرة مش صغيرة يعني هتكفي ستة شهور طبعا طيب هل في طريقة معينة للاستخدام ماسي يا دكتورة دينا بأنه منتج فخم هل في طريقة معينة؟ هو سهل أنا على طوبة أقول ماسي دلوقولد السهل الممتنع ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساءا عايزين نحطه مرة واحدة بس بنفضل مساءا ليه مساءا ليه عشان أنت بتبقى لاجع من بره وبتناني وبشط بمرتاحة في تقدر تستفاد من ماسي دلوقولد بكمية عالية جدا زي ما احنا شافين الموضل على الشاشة دلوقتي هي هنا غسلة وشاب انت بتتغطي 3-4 ضغطات على كاف في ايدك بتوزيع على وشك كله ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبة هل ماسي دلوقولد مناسب لتحت العين مناسب جدا لأنه بيعالج التجعيد والفاين لينز اللي تحت العين وكمان بيعالج الهالات السودة فما ننساش تحت العين كتير بيسألوني كمان عن المسامات الوسعة ماسي دلوقولد بيحسن المسامات الوسعة لأنه فيه أسترينجت إفاكت كمان بيسألوني عن تهدلات التحت العين ماسي دلوقولد بيقدر يحسن تهدلات التحت العين لأنه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعة يعني للبشرة الدهنية يكون لطيف جدا هاي للبشرة الدهنية طبعا ليه ماسي دلوقولد بيمتص بسرعة كل العمل اللي استخدموا ماسيد روجولد عارفين انه بعد خمس دقائق انت مش حط كريم وشك فيه رضارة بس مش حاسن وشك مزايد نتيجة ان ماسيد روجولد متصنع بطريقة النانو تكنولوجي يعني كل الجزائيات صغيرة جدا تقدر تختارك السكنبالي البارير وتقدر تختارك طبقات الجلب كمان ماسيد روجولد اكوا بيز مش اويلي بيز يعني قدر يمتص كويس جدا ماسيد روجولد مش بس مناسب للبشرة الدهونية كمان البشرة الجفة والبشرة المختلطة ايضا طيب نروح لتقرير يلا تفضلوا ماسيد روجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسيد روجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم ماسيد روجولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة قدرتها على اعادة شباب البشرة ماسيد روجولد مناسب للرجال والنساء ماسيد روجولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسيد روجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيد روجولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيد روجولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسيد روجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات من المعروفة المرخص من المرخص من المرخص من المرخص ماسيد روجولد مرخص من حكومات دبي إيطاليا ماسيد روجولد ماسيد روجولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسيفارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسيفارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسيفارم جاوث ومقرها دبي الإمارات ماسيفارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسيد روجولد أحد منتجات ماسي جروب شفنا في التقرير إن لوكي فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكوا كمان أرقام كتير هتقولي الفروع فين وتواصل معكم بيكون إزاي؟ الشركة رأسية بتاعتنا الشركة الأم متواجدة في إيطاليا شركة ماسيفارم إيطالي عندنا شركتنا في مصر ماسيفارم إيجاب مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسيفارم جالف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركتنا الثانية في دبي ماسيفارم جالف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات قريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقررها ولاية فلاد الفيرا والولايات المتحدة الأمريكية نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس سوشال ميديا صفحاتنا اللي على الفيسبوك ماسيد رجولد مش موجود في الماركت خالص لأنك تيب وليم بننزل ندور عليه ماسيد رجولد حصري لشركة ماسي فارم اللي أرقامها ظهر على الشاشة طيب دكتورة دينا وكمان ماسي مرخص من ثلاث أماكن أيها ليس مكان واحد ثلاثة يعني كل مكان أصلا من دول صعب جدا أنه أي حد ياخد ترخيصهم لأنه فيه دقة شديدة جدا فانتواخدين ثلاث حاجات أول حاجة على طول مبديدي بيها وزارة الصحة المصرية يعني ماسيد رجولد مرخص من زارة الصحة المصرية وعلى كل علبة من علم ماسيد رجولد وورا العلبة رقم الترخيص وترخيص ظهر على الشاشة دلوقتي كمان تاني حاجة ماسيد رجولد متصنع في إيطاليا يبقى مترخص من دول اتحاد الأوروبي كمان ثلاث حاجة مترخص من الإمارات حكومة دبي وشركة ماسيفارم الوحيدة اللي بتعرض ترخيصها على الشاشة يومية ودي حاجة كويسة جدا ويمكن في ناس كتير قوي دكتورة دينا بتقول طب النتيجة النتيجة هتبان بعد ماشي بعد مدة وبشرتي هتتحسن بشكل كبير هلأ أنا مضطرة بقى يعني بعد ما خلص الكورس إيه اللي هيحصل لبشرتي يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاص اتعالجت ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهره بتروح ولا ايه بالظبط بعد ما بتخلص العلبة يومنا انت عليك تحفظي يعني عالطول بقول دي مسؤولية كل حد بيستخدم ماشي دروقولد ان كل ما بتحفظي كل ما النتيجة بتطول معاك ماشي دروقولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجة ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مرة واحدة تحت الجلد لكن ماشي دروقولد انت المية وعشرين ميلي فيهم فيلر فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمدة ستة شهور بالفيلر فانت بعد ما بتخلص الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماشي دروقولد فبتقعد فترة طويلة وشي كويس جدا ورقبتك لكن كل ما بتحفظي ان كنت تنزلي الشارع مثلا فيه شمس قوية جدا تحطي واقي شمس دي حاجة مهمة ما ننساش نشرب مية الجنك فود برضو سعب بقصة فانت كل ما بتطويلي المواده بتاعت ان كنت تحفظي كل ما نتيجة ماشي دروقولد بتبقى احسن واقوى معاكي لكن عايز اقولك ان عملة كتير مش بيستنوا وحيات ربنا يعني فعلا عندي عملة كتير قبل ما العلبة بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتورة دينا بعتولي النهاردة عشان فاضل ان انا حطه النهاردة بالليل بس فلازم العلبة الجديدة تبقى معايا عشان مش دونت سكيب يوم يعني يعني كتير قولي طب يا دكتورة دينا انا حطه مرة في الأسبوع عايزاي يفضل فترة طويلة معاك لا ينفع ما ينفعش يعني على تقول اقول ما ينفعش ده كورس يتحط كل يوم لكن لو ننسينا يوم مش قضية لكن مش ناخد على جدا وبعدين الحلوة في ماسي ان كنتي بتحطيها مرة يا مرتين مش زاي ان كنتي مثلا بتبقى عندك خمسين حاجة تحطي تحطيها بزبط انا في دي مع كل ستات اني لازم تنسى لكن ماسي ستة وخمسين مكون الخمسين الف حاجة اللي موجودين في التسريحة اختصرناها في علبة واحدة فدي حاجة سهلة فمش معنا ان احنا عملنا لك حاجة سهلة جدا انها كمان تتنسي فلازم يتحطي يوميا لمدة ستة شهور نسينا مرة مافيش مشكلة نعيد تاني تاني بس هو المقصود ان عبوها واحدة بتكفي لجميع المشاكل يعني هي متصنعة لان هي تعالج في خلال ستة شهور دول المشاكل البشرة مشاكل علامة التقنم في السن اللي بتقرقنا جدا والمشاكل اللي قدر يعالجها مسي دروغولد مكتوبة على العلبة لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا البوها لا لكن العلامات التقنم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها بشكرك على وجودك معي دكتورة دينا شكرا رضيبتي العزيزة دكتورة دينا ابو سعود حلقتنا خلصت تقدروا تتواصلوا معي او تبعتولي اي اسئلة على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقت اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتهولي على الصفحة دي بنقابلكو يوميا تلت عصرا والاعدة بتكون تمانية صباحا والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب اشوفكو بكرا ان شاء الله وانتو في احسن صحة وفي احسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى موسيقى موسيقى